خطوة مهمة على طريق إهناء الصراع المستمر في ليبيا منذ سنوات مندد الحوار الليبي في جينيف بقيادة الأمم المتحدة أعلن عن انتخاب حكومة ليبية مؤقتة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري الانتخابات وجرت بين أربع قوائم للمرشحين على جولتين بمشاركة 73 عضوا من أصل 75 بينما امتنع عضو عن التصويت وغاب آخر بسبب وفاته وفي الجولة الأولى من التصويت لم تحصل أي قائمة على نسبة 60% المقررة للفوز الأمر الذي أعلنت معه اللجنة المنظمة عن جولة تصويت ثانية يكون الفوز فيها بالحصول على 50% زائد واحد من عدد المصوطين ليعلن بعدها عن أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وقد فاز برئاسة المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا محمد المنفي المنتمي إلى إقليم برقة بينما اختار المصوطون عبد الحميد البيبة من إقليم طرابلس رئيسا للوزراء في حين فاز عبد الله اللافي عن إقليم طرابلس وموسى الكوني عن إقليم فزان بعضوية المجلس الرئاسي في المقابل خسرت القائمة التي تضم رئيس برلمان الشرق عقيل صالح ووزير الداخلية في حكومة السراج فتح بشاغة بعد تقدمهما في الجولة الأولى من التصويت وعلى الرغم من الترحيب الكبير بالانتخابات ونتائجها ومطالبة الأمم المتحدة بإخراج المرتزقة من ليبيا تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة ليتمكن الليبيون من امتلاك قرارهم بأنفسهم إلا أن بعض المحللين شككوا في مدى التزام بعض الأطراف بما تم التوصل إليه في ظل تعالي بعض الأصوات المؤيدة لللواء خليفة حفتر والمنادية بعدم الاعتراف بما تم الاتفاق عليه في جينيف ما يعني أن الأيام المقبلة ربما ستشهد تأكيدا على إنهاء الصراع الليبي أو بداية لتصعيد جديد موسيقى